حولي الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة من ترابلس لبنانية النائب مصطفى علوش نائب سابق في البالامالة اللبنانية عن طيار المستقبل سيدة نائب مساء الخير أهلا بك معنا إعلان الحريري بقاءه مع مناصره كما قال وإعلانه التريث في المضي رسميا في استقالته طبعا استجابة لرئيس عون هل هذا يعني أنه تراجع فعليا عن الاستقالة أو ماذا يعني ذلك من خلال قراءتكم من خلال معرفتنا وقراءتنا وكلام الرئيس الحريري بأن الاستقالة معلقة بناء على تمني رئيس الجمهورية وذلك يعني بأن هناك وعد من رئيس الجمهورية بمعالجة أسباب الاستقالة وتعليناتها لذلك أنا أعتبر بأن هذه الاستقالة هي عمليا لا تزال قائمة ولكن الرجوع عنها بشكل كامل مرتبط بماذا سيحدث على مدى الأسابيع الخاصة طيب إلى أي مدى عودة الرئيس الحريري بعد استقالته وتأكيده بأنه لا يقبل بتوتر العلاقات مع الأشقاء العرب يعني هذه العودة مع كل المعطيات الحالية وما عشنا حتى قبل العودة إلى أي مدى هي عودة قوية لرئيس الحريري أكثر من أي وقت مدى؟ العودة بالتأكيد حسب ردات الفعل عليها والانتظارات هي عودة قوية لكن هذه العودة ستفقد علاقها بسرعة إن لم يكن هناك حقيقة نتائج جدية يعني الصدمة التي يريد أن يحدثها إن كان هناك نتائج جدية في إدارة الحكم في لبنان وفي تصرفات حزب الله حقيقة لا ننتظر كثير في التغرير من تصرفات حزب الله فهذا الحزب مرتبط بأجندة إيرانية مباشرة أما المهم هو كيف يدير الحكم في لبنان وفريق لئيس جمهورية بالذات هذه الأزمة من خلال أعطاء فليح لبنان جديا هو متضامن مع العرب ولا يريد أن يغسر هذه العلاقة القيمة بأي شكل من الأشكال طيب هل هذا يمكن أن يغير في شيء من تدخلات حزب الله أو هل يمكن لرئيس الحريري الآن أن يؤثر بشكل أكبر من خلال ربما الشعار الذي أكده مرارا وتكرارا وعاد وقاله من جديد وهي سياسة نائب النفس أنواق بأن التمنيات شيء والواقع شيء آخر تجربتنا مع حزب الله ومعرفتنا العميقة بعقباته والتماء الزاماته تؤكد بأن حزب الله سيبقى حزب الله الذي ينتمي إلى أمة حزب الله حسب ما يقولون وعمليا يتجاوب فقط مع ما ينفى القائد الأساسي وهو الولي الفقيه القائد في إيران لكن عمليا هذه الأزمة هي أزمة أقليمية وليست أزمة أزمة لبنانية فقط ومحصورة في لبنان وحلها قد يشارك به لبنان ولكن الحل الأكبر هو أقليمي إما تسوية كبرى وأما عزمة لهذا المشروع نعم طيب ما الخطوة التالية الآن أو السيناريوهات المفتوحة الآن بعد عودة الرئيس بعد إعلانه التريث في الاستقالة هل سيتراجع عنها بسفة نهائية حسب المعلومات التي لديكم وبحسب ربما أيضا معرفتكم بالجو في لبنان على الأرض أنواق بأن الجو المضطرب الذي عاشه اللبنانيون والقرق بالأوساط الاقتصادية والأوساط الاجتماعية والسياسية دفع الرئيس الحريري إلى أعطاء المزيد من الوقت للبحث في أسباب هذه الأزمة أو أزمة الاستقالة وعمليا أعتقد بأن النصائح التي تلقاها بعد خروجه من السعودية وأيضا الحوار مع الرئيس الجمهورية يعني دفعوا لكي يقوم بهذه الخطوة وأعطاء فرصة أكبر لكي لا تبعب الأمور إلى المزيد من التهزم نعم شكرا لك على هذه المداخلة النائب مصطفى علوش نائب سابق في الفلمان اللبناني عن طيار المستقبل كنت معنا عبر الهاتف من ترابلوس